إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا ونصب رئيس الجمهورية في الفترة الماضية بعد استقالة الرئيس الماضي المنتهي صلاحيته الرجل المريض عبدالعزيز بوتفريغا دعونا معا نتعرف على قصة الراحل أحمد قايد صالح ولد أحمد قايد صالح في 13 يناير عام 1940 في بلدة عينيقوتة بولاية باتنى في الجزائر وانضم أحمد قايد صالح لجيش التحليل الوطني وعمره 17 سنة عام 1957 وبعد الاستقلال تلقى دورات دريبية في الاتحاد الصوفيتي السابق وتخرج منها بشهادة عسكرية من أكاديمية فيستريل وشارك في حرب الاستنزاف في مصر عام 1968 وتدرج في السلك العسكري حتى وصل لرتبة لواء عام 1993 حيث تولى قيادة المنطقة العسكرية وفي عام 2004 تولى قيادة القوات البرية ثم رقية عام 2006 لرتبة فارق وكان أحمد قايد صالح من عبرز قيادات الجيش الجزائري خلال فترة العشرية السوداء في التسعينيات التي شهدت قتل أكثر من 200 ألف شخص في حرب أهلية وفي سبتمبر عام 2013 رقية أحمد قايد صالح نائب لوزير الدفاع خلفا لعبد الماليك قنيزية ويعتبر كثيرون الفارق أحمد قايد صالح منذ ذلك الحين الدراع اليمنى لبوتفليقة وتمكن نائب وزير الدفاع من الإطاحة بعدد كبير من كبار ضباط الاستخبارات ولطالما كان قائد الجيش قايد صالح الرفيق الحامي والدائم للحراك أيام الحراك الشعبي منذ 22 فبراير مستغلا خرجات الميدانية المتكررة لتوجيه رسائل واضحة أحيانا وشبه مشفرة أحيانا أخرى وتجلى ذلك في خطاباته حين ندد بما أسماها العصابة التي تتحكم في الرئاسة وعبر علنا عن استفافه مع الشاب وتأييده لمطالبه ووجدت تلك الرسالة صدا سريعا ترجمة بقرار رئيس بوتفليقة تقديم استقالته والانسحاب قبل نهاية ولايته يوم 28 أبريل ومع مطلع أول يوم من دون حكم بوتفليقة كان اسم قايد صالح حاضر بقوة في نقاش الجزائريين الذي تباينت رؤاهم لمستقبل بدأت تتشكل معالمه تحت آي قائد الجيش الذي بات رجل مرحلة حتى وصل بهم إلى بر الأمان يوم نظمت الانتخابات وفاز عبد المجيد تبون لمنصب رئيس الجمهورية وأهدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفريق أحمد قايد صالح ويسام استحقاء برتبة صدر نظير جهوده الجبارة والدور الكبير الذي اطلع به في المرحلة الحساسة لضمان أمن بلاد ومؤسسات الجمهورية ويذكر أن فريق أحمد قايد صالح حاصل على العديد من الأوسمة العسكرية وهو متزوج وله سبعة أبناء وفي يوم 23 ديسمبر 2019 انتقل إلى رحمة الله نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وتوفي الفريق أحمد قايد صالح عن عمر يناهي 80 سنة في منزل العائلة بعد إصابته بنوبة قلبية عند الساعة السادسة صباحا حينها أعلن رئيس الجمهورية عدم جيد تبون حداد لثلاث أيام وسبعة أيام في الجيش العسكري باعتبار أن الجزائر فقدت رجل يعد من أحد ركائزها ترجمة نانسي قنقر